قوله تعالى في الدعاء وأن المسادد لله فلا تدعو مع الله أحدا قد يراد به دعاء المسألة فلا يسأل غير الله قد يراد به دعاء العبادة فلا يعبد غير الله قال وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها نجعلها لله وحده كلها لله ودليل ذلك قوله تعالى في الدعاء وأن المسادد لله فلا تدعو مع الله أحدا قد يراد به دعاء المسألة فلا يسأل غير الله قد يراد به دعاء العبادة فلا يعبد غير الله فمن صرف من هذه العبادات شيئا لغير الله على جهة العبادة له فهو مشرك كافر قال تعالى ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون قوله لا برهان له به على جهة التشنيع له أي كيف تعبد وتدعو غير الله بدون دليل ولا برهان ثم حكم عليه بأنه لا يفلح ولا يفوز وحكم عليه بأنه من الكافرين وفي الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعاء مخ العبادة وفي لفظ هو العبادة والدليل قوله تعالى وقال ربكم أدعوني أستجيب لكم أمر بدعائه وحده ووعد الداعين بالإجابة ثم قال إن الذين يستكبرون أن يترفعون عن عبادتي فدل هذا على أن الدعاء عبادة إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين